داخل السراء الحكومي استعرض جبران باسيل وعلى مقربة منها استعرض عشرات العونيين المتشحين باللون البرتقالي أما على مواقع التواصل الاجتماعي فسيل من التعليقات الساخرة من الاستعرضين يورجو جورجو البطار وبعد أن سخر من العدد الهزيل في الشارع خلص إلى القول هكذا سنسقط النظام الداعشي بعشر سيارات وبوستتين ولم ينسى أن ينشر صورة لأحد المشاركين وهو يحمل علم حزب الله أما ألا ساركيس فرأى أن الجنرال قاعد بالرابي ومدور المكيف وباعت الشباب تتآتل الجيش من يحمل هذه الصورة رجل لا شعر على رأسه ملاحظة عممها أكثر من مدون فيما نشر آخرون هذه الصورة وهنا صورة نشرها كثيرون وعلق عليها أحدهم قائلا مظاهرة الخمسين عوني فيما نعى الصحفي الزميل إلي الحاج التيار العوني بعد حفلة اليوم التي رفعت فيها أعلام سوداء شبيهة بأعلام داعش مع فارق الشعار ما دفع بناشطين إلى ابتكار هاشتاج تحت عنوان دولة الخلافة العونية الأعلام العوني كان بدوره محور تعليقات ساخرة فموقع الطيار على تويتر وصف سلام بالداعشي الأمر الذي رد عليه كثيرون من بينهم الزميل فراس عطوم الذي نشر صورة تجمع رئيس سلام بباسيل معلقا الوزير باسيل مجتمعا مع أحد قيادي داعش كما كان الخبر العاجل للأو تيفي والذي يبدأ بعبارة عسكر تمام سلام محور استغراب البعض الذين ذكروا العونيين بشعاراتهم المؤيدة للجيش وقد بلز على تويتر أيضا هاشتاج داعم للرئيس سلام تحت عنوان لما بحكي انت بتسكت في إشارة إلى ما قاله سلام لباسيل فيما فضح موقع حزب الكتائب الإلكتروني أمر الصور التي نشرها الإعلام العوني على أنها حديثة بينما هي قديمة العهد وهو ما تؤكده الأمطار